من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله خليك زيه خذ القرار هاخد قرار بسرعة كده يا صديقي ودي سؤال بيجيلي دايما في التليفون أنا كنت على علاقة مرتبط زي ما احنا بنقول يا وانا عرفت ان الموضوع ده مغفلة مش مزبوط عايزة امشي صح فبقول له خلاص يا حبيب ادي نفسك مهلة وقول له يا اختي الكريمة ان شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى رأى ان الخير ان انا هتجوزك ان شاء الله هتجوزك بس من طريق صح فيجي يقول لي بعد اسبوع حنيت يا شيخ اول مكلمة جات لي اول ما المكلمة جات لي قالت لي ازاك يا لولو وقيت له ازاك يا اختي اخبارك ايه يا ما سمعتش اللي صوات الحلوة دي بقى لا زمان وفجأة لقى اخونا حل تاني لا اله الا الله طب الحل ايه الحل ان انت لما تاخد قرار تبقى قده صح بيعرفوا الرجولة وبيقولوا الرجولة ان تترك ما تهوى لما تخشى قال لي ده على خلاف تعرفنا احنا للرجول تيجي تقول لي واحد انت رجل يقولك اسبتلك هل عايزك رجل بس رجل بالمفهوم الاول ولا بالمفهوم التاني بالمفهوم نو بالمفهوم الاول يبقى ان تترك ما تهوى لما لما تخشى ثلاثة نستفيد من مصعب رضي الله تعالى عنه ان نجتهد غاية الاجتهاد في تبليغ القضية التي نعتنقها صح بس خلي بالك ممكن تبقى منفر يا اخي صح فكرتني بواحد في جمعة المنصورة داخل فعمل اسره فدخل فشاف اخ وايف مع اخت فرح داخل يعمل له ازاي بعد اذن الشيخ محمد ما تعملهاش تاني فبيقول لف لفه وبعد ساعة لقيت وايه ما تعملهاش تاني فالواد طلع جدع وطلع راجل مشى البنت وراح جايله قال له تصدق بالله لو عملتها انت تاني السؤال ده صح في تغيير المنكر ولا غلط جميل احنا متفقين ان ده غلط ازاي نغير الغلط خليك زي مصعب ثابت على مبدأه يبلغ كل الناس قضيته ولكن بايه بحكمة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة مش باللكمة اربعة خليك زي مصعب بيفكر لقدام اللي بنسميه احنا المشاريع انناس زهئت من الكلام وعايز ايه وعايز شغل صح خليك زي مصعب فكر لقدام وهي دها النقطة اللي انا ههتم بها يا اخواني ازاي نفكر علشان وحد ننقذ البلد دي اللي حصل في العراق أسأل الله أن ينقذ أهل العراق لازم نعمل مشاريع أول مشروع يا إخواني إيد وحدة يعني إيد وحدة ياريت الكلام ده الكتب يعني إيد وحدة يعني أنا وإنت واخويا وصديقي وأستاذنا وأستاذنا ووالدنا وفضلت الإمام وخبالك والشيخ ميصرة وإنا وإنت كل الناس دي إيد وحدة بس إحنا بنختلف إيه المانع إن إحنا نتعلم أدب الخلاف ما نتعلمش حوار الطرش صح ما تبقاش إنت بتتكلم كل اللي إنت عايز تعمله إن إنت تقنع كل اللي حواليك إن إنت اللي بتفهم والناس كلها بتفهمش إنت اللي صحه وكل الناس غلط لازم نتعلم أدب الخلاف إيد وحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللعبة اللي بتتعمل داخل مصر الآن لعبة الفئوية لعبة الفتن الطائفية علشان مصر تتأسم وتبقى زي جنوب السودان وأنا بقول لن نسمح بهذا في بلادنا ولن يسمح شبابنا بذلك معايا ولا لا لعبة الفتن الطائفة واحد إيد وحدة اتنين ترجمة نانسي قنقر